يعد ثعبان تايبان الداخلي المعروف أيضا باسم تايبان الغربي أكثر الثعابين سمية في العالم إذ تحتوي لدغة واحدة من هذا الثعبان على ما يكفي من السم لقتل مئة رجل بالغ على الأقل ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال ثلاثون دقيقة فقط في حالة عدم تلقي العلاج الفوري ما الذي يجعل ثعبان تايبان الداخلي مميزا؟ يتميز ثعبان تايبان الداخلي بما يليه أولا سم قوي للغاية يعتبر سم تايبان الداخلي أكثر سمية بأكثر من خمسين مرة من سم الكوبرى الملك ثانيا أسنان طويلة وحدة تمتلك هذه الثعابين أسنان طويلة وحدة قادرة على اختراق الجلد بسهولة وإيصال السم إلى مجرى الدم ثالثا السرعة والرشاقة يمكن لثعابين تايبان الداخلي أن تتحرك بسرعة كبيرة مما يجعلها يصعب رؤيتها وتجنبها كيف يقتل سم ثعبان تايبان الداخلي؟ يحتوي سم ثعبان تايبان الداخلي على مجموعة من السموم التي تؤثر على الجهاز العصبي والعضلات والجهاز التنفسي وتعمل هذه السموم على منع الإشارات العصبية من الوصول إلى العضلات مما يؤدي إلى الشلل وتدمير خلايا العضلات مما يسبب الألم والموت وإعاقة عمل الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الاختناق ماذا تفعل إذا تعرضت للعض من ثعبان تايبان الداخلي؟ اتصل بالخدمات الطبية الطارئة على الفور ابقى هادئا ولا تتحرك كثيرا لتجنب انتشار السم ضع ضغطا ثابتا على الجرح لا تحاول شفط السم أو استخدام أي طرق علاج منزلية ولحسن الحظ أنه على الرغم من خطورة ثعبان تايبان الداخلي نادرا ما يتلامس ثعبان تايبان الداخلي مع البشر فجميع حالات عضات البشر المؤكدة التي تم تسجيلها كانت لعلماء متخصصين في الزواحف تعرضوا للعض أثناء التعامل مع الثعابين أو دراستها وقد نجى جميع الضحايا بفضل تلقيهم العلاج المناسب بمصل مضاد للسموم اشتركوا في القناة